بسم الله الرحمن الرحيم طلابي العزاء طلاب الصف السادس اللي ابتدائي عاملين ايه النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض كده وهناخد الدرس التالت من المحور الرابع وفي درسنا ده هنتكلم عن شوية في برنامج الورد وعنوان الدرس كتابة التقارير ومشاركتها أنا بكتب تقارير بكتب امتحانات بكتب اي حاجة جوابات خطابات اي حاجة بتتكتب بنستخدم فيها برنامج مايكروسوفت وورد مايكروسوفت وورد وكتابة التقارير على برنامج مايكروسوفت وورد ادواته ايه بقى؟ في كذا اداء من ادواته او في كذا مجموعة من مجموعات الادوات اللي موجودة جوا البرنامج اول حاجة ادوات التنسيق بتحلل مستخدم تباعة النصوص بشكل غامق ميل بنشئ جدول بضيف صورة بحط رابط لموقع بحط حاجة اسمها حواشي سفلية ودي اللي احنا بنحط فيها مثلا الترقيب بنكتب فيها نبزة عن الكتاب او معاني المفردات اللي بتباعة مكتوبة في الكتب من تحت خالص دي فدي ادوات التنسيق لو انا هكتب نص عايز النص دي يبقى لونه كذا حجم الخط كذا نوع الخط كذا عايزه تقيل عايز الخط يبقى ميل عايز اضيف جدول عايز اضيف صورة عايز احط رابط كل الحاجات ديت من مجموعة ادوات اسمها ادوات التنسيق موجودة جوا برنامج الورد الحاجة التانية ادوات التحرير ادوات التحرير ومجموعة الادوات اللي هي بنسميها ادوات التحرير ديت شغلها ان هي تتيح للمستخدم ان هو يتحقق او يتأكد من ان التقرير موجز خالي من الاخطاء الاملائية والنحوية يعني مراجعة نحوية واملائية في اختصار كده في التقرير او في الامتحان او الجواب اللي انت كتبه على برنامج الورد الحاجات التالتة اللي موجودة من ضمن مجموعة الادوات المتنوعة داخل برنامج الورد ادوات معاينة اولية معاينة اولية وهنا في ادوات المعاينة الاولية ديت بتتيح للمستخدم او بتساعد المستخدم ان هي تعرض او ان المستخدم يعرض المستند قبل ما يحفظه او قبل ما يطبعه بحيث يشوف ايه شكله العام عامل ازاي قبل ما يعمل له حفظ او قبل ما يعمل له تبعه فلو جيه في امتحان وقالك من ادوات برنامج ميكروسوفت وورد هتقول له ادوات التنسيق وادوات التحرير وادوات المعاينة الاولية طيب ندخل شوية في تفاصيل برنامج الورد واول حاجة التبويب اللي موجود معانا او القيمة اللي موجودة معانا اسمها لي اوت او تخطيط لي اوت او تخطيط ويمكن استخدامه او استخدام اللي اوت يعني للاختيار من بين خيارات التخطيط المتوفرة وتعالا اعرضها لكم بشكل عملي داخل برنامج الورد نفسه هي واضحة معانا في الصوره هي ده تبويب لي اوت موجود جوه ال هوامش وموجود جوه ا imm�네 ااتجاه الصفحه او مش اتجاه الصفحه ا ا ا ا شكل الصفحه الاريانتشان او الاند سكيب الي هي الصفحه بالطول او الصفحه بالعرض حجم الصفحه الاعمده لو انا هكتب في اعمده كل الحاجات دي موجوده جوه تخطيط اسمه جوه تبويب اسمه لي اوت او تخطيط وزي ما احنا شايفين كده ده برنامج الورد او مايكروسوفت وورد اللي موجود معانا ولو رحنا لاول جزئة تكلم عنها الدرس هي اللي اوت او التخطيط تبويب اسمه لي اوت انا عندي تبويبات كتير تبويب اسمه هوم او قايمة هوم وتبويب انسرت وتبويب ديزاين درو لي اوت كل التبويبات ديت موجودة جوه برنامج الورد اللي اوت فيه اول حاجة اللي هي المارجنز او الهوامش الهوامش عارفين ايه هي الهوامش الجزء الابيض اللي بيقى في اتجاهات الصفحة يعني هنا بيبقى في جزء ابيض لو انا جيت كتبت دلوقتي هتلاقي فيه قبل بداية الكلام في جزء ابيض وفوق في جزء ابيض وكذلك في الشمال وتحت فالجزء ده بنسميه الهوامش لو انا عايز اقلله ممكن اجي من هنا كده وقوله ان انا عايز الهوامش تبقى واحد في الاعلى وواحد في الاسفل وواحد في الشمال وواحد في اليمين واقوله اوكي فبص لو تاخد لك الكلام بتاعي ترحل بقى في الزاوية ازاي? طيب هنا اللي هي لاند سكيب او بورتريت اللي هو اتجاه الصفحة. بس كده الصفحة بقت بالعرض الصفحة بقت بالطول بورتريت. الصيز الحجم الورقة اي فايف اي فور اي سري زي ما انا عايز لتر ممكن تكبرها شوية. لو انا هكتب طبعا فاق عمدة عمود او اتنين او تلاتة او هكتب من اليمين او من الشمال زي ما انا عايز. ده اللي احاجات المهمة اللي موجودة جوه اللي آوت او التخطيط. التبويب اللي بعد كده اسمه word insert او ادراج بالعربي insert او ادراج. و اشهر حاجة ممكن نضيفها هنا من داخل تبويب insert او ادراج ان انا ممكن اضيف صورة عن طريق التبويب ده او اضيف جدول مثلا او اضيف shape طبعا او اضيف icons او او اضيف 3d model او smart art chart اعمل كل ده جوبه تبويب اسمه insert او ادراج. طبعا عشان اضيف صورة بروح على تبويب insert وبعدين باختار pictures وبعدين بابدأ اختار الصورة تعال وراهلكم بشكل عملي tab web insert اهو او ادراج موجود جواه لو انا هضيف جدول اهو في الاول ضغطت هنا وبعدين هبدأ احدد كده بص فانا اضيفت جدول بالشكل ده اهو وابدأ ازبط الجدول زي ما انا عايز طب لو انا مش عايز اضيف جدول انا عايز اضيف صورة هضيف صورة ازاي اروح على insert او ادراج وبعدين pictures او صور this device وابدأ اختار الصور اللي موجودة معايا ولتاكن مثلا الصورة دي هي فالصورة بقت موجودة معايا ابدأ ازبط المكان بتاعها وحطها في الجزء اللي انا عايزه في ورقة العمل بتاعتي بالشكل ده كده فبقى عندي ايه بقى عندي صورة طب ممكن اضيف ايه تاني ممكن تضيف ships او اشكال دايرة مربع مستطيل زي ما انت عايز زي كده مثلا اهو وابدأ اعدل فيه بعد كده عادي insert ممكن اضيف مثلا ايكون او smart art زي مثلا الحاجات اللي شبه كده مثلا انا عايز اضيف حاجة كده ضغطتين عليها هتنزل وابدأ اتحكم فيها زي ما انا عايز اهو وحركها زي ما انا عايز تمام فده كان تبويب insert او ادراك طيب بالنسبة للتبويب اللي اسمه هوم تبويب هوم يمكن من اختيار من خلاله اختيار نوع الخط قيمة الخطوط كل اللي انا عايزه فيه الفونت هلو تاخد بالك في هوم اهو موجود جزء اسمه فونت وفونت معناها خط اقدر بقى اختار حجم الخط من هنا اختار نوع الخط خليه بولد غامق غير لونه زي ما انا عايز تعال برضو اروه لك بشكل عملي لو انا كتبت باسلا باسم الله وجيت هنا وضغطت عليها ضغطتين عشان احددها واروح للتبويب اللي اسمه هوم او الصفحة الرئيسية لو ضغطت على البي ديت لاحظت تلاقي الكلمة بتبقى خفيفة وتقيلة من هنا باختار نوع الخط وليكن مثلا هختار حمدين بولد اللي احنا ضفناه في الدرس اللي فات وبعدين هروح من هنا اختار حجم الخط وليكن اخلي 72 بالشكل ده كده هاجي من الاي الحمرة ديت اختار لون تاني وليكن احمر او ازرق او اي بنفسجي اي لون تاني انا عايزه تمام عايز اخلي الخط ميل من الاي الميلة دي من هنا او زي ما انتو شايفين كده بعدين عايز احط تحتي خط من اليو اللي تحتها خط اللي هنا دي تمام فده اهم الحاجات اللي ممكن نعملها في تبويب هوم او الصفحة الرئيسية فدول التبويبات اللي احنا مهمين بالنسبة لنا واحنا عرفنا اللي اوت والانسيرت والهوم طيب يمكن استخدام خدمات المراسلة في ايه في واحد تبادل الافكار ومشاركة المعلومات انا باستخدم خدمات المراسلة زي مثلا تطبيق الواتساب انا باستخدمه عشان ابعت رسائل وتراسل مع الناس ابعت له فكرة يبعت لي فكرة اشاركه معلومة يشاركني معلومة فاول ميزة اننا بيتم تبادل الافكار ومشاركة المعلومات من خلال خدمات المراسلة تاني حاجة التعاون مع الزمله في مشروع جماعي يعني مثلا احنا بنعمل بحث مع بعض مستر قالي نعمل له بحث عن التكنولوجيا مع بعض انتو الخامسة فعملنا جروب على الواتساب وكلنا بقينا موجودين في الجروب ونبدأ نشارك العمل التعاوني بتاعنا انت عليك جزء وانا عليك جزء فابدأ نبعث لبعض على الجروب بحيث نبقى فيه متابعة وفيه تعاون مع بعض من خلال تطبيق المراسلة اللي هو زي الواتساب او خدمة المراسلة طلب التغذية الراجعة من الزمله او المعلمين التغذية الراجعة اللي هي يعني انا شرحت لك حاجة فعايز اعرف المعلومة وصلت لك ولا لا فلما اسألك على حاجة تجاوبني او طلبت بينك بحث فانا محتاج اعرف انتو وصلتوا لايه في البحث فبرضو من خلال خدمات المراسلة فمهمة جدا خدمات المراسلة طب خدمات المراسلة دي لها مميزات واحد ارسال الرسائل وتلقيها مجانا علشان كده هو قال لي ايه ارسال الرسائل وتلقيها مجانا لأنها خدمات تعتمد على الانترنت خدمات ايه خدمات المراسلة امكانية مراسلة الافراد في جميع ارجاء العالم بدون تكاليف اضافية كده كده هي الخدمة زي ما لسه كنت بقول موجودة على الانترنت فانا قدر ابعت لأي حد على مستوى العالم كله هو في امريكا وانا في مصر ونتراسل عادي بدون تكاليف اضافية امكانية تشفير الرسائل المرسلة ممكن اعمل شفرة للرسائل بحيث ان ما فيش اي حد يقدر يقراها غير اللي هيستلمها مني هو اللي هتديله الشفرة واللي هيبقى عارف الشفرة رقم 4 امكانية استخدامها في اي جهاز اندرويد او ابل بدون قيود هو الواتساب بينزل على الابل بينزل على الاندرويد ممكن تنزله على الويندوز كمان هيشتغل معاك صح فتقدر ان انت تستخدمها على اي نظام تشغيل انت عايزه سواء كان اندرويد او ابل خدمات الرسائل النصية القصيرة تسمح الرسائل النصية برسائل الرسائل الصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو وذلك لفرض واحد او عدة افراد في محادثة واحدة احنا عارفين ان الخدمات المرسلة دية او الرسائل النصية القصيرة ده زي الواتساب فأنا أقدر أبعث له كلام مكتوب أبعث له صور أبعث له صوت أبعث له مقطع فيديو صغير ممكن ده يكون بيني ما بين شخص واحد وممكن يكون في جروب أو مع عدة أشخاص في محادثة واحدة وبنبعث لبعض صح؟ صح يا مستر بكده خلص الدرس النهاردة درس بسيط جدا وسهل جدا وهنقرأ مع بعض الأسئلة ديت وهستنى منكم الإجابات بتاعتها يمكن استخدام خدمات المرسلة لتبادل الأفكار ومشاركة المعلومات هذا صحيح أم خطأ؟ يعد تطبيق واتساب مثالا على خدمات المرسلة صح ولا غلط؟ يمكن كتابة التقارير باستخدام برنامج Microsoft Word صح ولا غلط؟ تحتاج لتكاليف إضافية لإرسال الرسال من خلال خدمات المرسلة صح ولا غلط؟ لا يمكن استخدام خدمات المرسلة على جهاز أبل صح ولا غلط؟ يمكن تشفير رسال المرسلة من خلال خدمات الرسال النصية صح ولا غلط؟ وبكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة أتمنى لكم التوفيق واستنونا إن شاء الله في فيديوهات جاية كتير باي باي